السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله رح ناخد منهج التدائي الترم الاول. الوحدة الخمسة. طبعا الوحدة دي وحدة بسيطة خالص. بتتكلم عن اين تعمل? هنتعرف على الاماكن بتعمل فيها الاشخاص او بيعمل فيها الناس. كل وظيفة ايه المهمة بتاعتها بتعمل ايه? واهمية كل وظيفة في المجتمع. طبعا نعرف يا ولاد ان المجتمع كل وظيفة في المجتمع ليها اهمية وليها دور فعال في خدمة المجتمع. اين كانت هذه الوظيفة. اين نعمل? هنا jobs in my community. jobs in my community معناها الوظائف في مجتمعي. يعني ايه community? يعني المجتمع اللي بحيط بنا? الاشخاص اللي حولينا? ايه الوظائف اللي بيشتغلوها? اسم الوظيفة ايه? الوظيفة دي بتعمل ايه في المجتمع? وايه الفايدة او الاهمية بتاعتها? jobs in my community. jobs in my community بمعنى وظائف في المجتمع. اوكي? طبعا احنا اللي بتمر علينا الوظائف دي. ممكن الوظيفة دي بيكون بيعمل فيها الاب او العم او الخال او اي ان كان او الاخ. طبعا دي كلها وظائف مهمة في المجتمع. بكل وظيفة ليها دور فعال ودور حيال. اوكي? هنا listen point and say. pelder. pelder معناها بناء او عامل بناء. peld اخدنا كلمة peld معناها يبني. peld معناها يبني. pelder معناها ايه? بناء او عامل بناء. اوكي? bus driver. bus driver لسائق الاوتوبيس او سائق الحافلة. طبعا البس درايفر ده احنا بنشوف بيوصل اه بيوصل للمدرسة او العمل او الشغل اللي الواحد بيروحه لو فيه مسافات بعيدة. فاخدنا كلمة bus معناها اوتوبيس. driver معناها قائد. bus driver يعني قائد الاوتوبيس. اوكي? mechanic. mechanic. ميكانيك اللي هو الميكانيكي. احنا عارفين طبعا ايه بيعمل الميكانيكي في المجتمع? طبعا في وظيفة بتساعد على اصلاح السيرات المعطلة. mechanic. mechanic. اوكي? mail carrier. mail carrier. mail carrier. mail carrier بمعنى سائل بريد. او البسطة. رجل البسطة او سائل بريد. اوكي? طبعا يا ولاد في السابق كانت البسطة دي او البريد ده ليه اهمية قصوى لاني اغلب الرسائل كانت تجي يعني طريق ايه البريد او اللي هو مكتب البسطة. اوكي? mail carrier معنى سائل بريد او رجل البسطة. يعني اللي بيجيب البسطة لغاية car big car big collector معنىها عامل النظافة. اخلنا احنا collect يعني اجمع. collector بمعنى جامع او عامل النظافة. اوكي? car big collector. car big collector. نحفظها اعلى جزئين. او نحفظ احنا اخذنا كلمة collect يجمع. collector بمعنى جامع او عامل نظافة. يعني من يجمع ايه اللي هو اكياس النظافة او النظافة. car big collector. car big collector. اوكي? plumber. plumber. plumber اللي هو السباك. اللي هو ايه ولاد السباك. طبعا هنا البيه silent. فابقول plumber. زي كلمة climb. اخذنا كلمة climb ما يتسلق. البي بعد الحرف الام بيبقى silent. او لا ينطق. plumber. 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 electrician. 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 c i a electrician. 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 معناها كلمة electricity كهرباء. electrician معناها كهربائي او عامل الكهربائي او الموظف في اللي هو الكهرباء او اللي بيصلح الادوات الكهربائية. يبقى اخدنا بس درايفر ميكانيك ميل كارير قارب ايكولكتور بلمر ايلكترشن. اوكي? حين الولاد انظر واقرأ. حنتعرف على الوظائف دي كل وظيفة ايه بتعمل في المجتمع. اوكي? ايه اهميتها في المجتمع وبتعمل ايه? يعني كم عادة الاشخاص بساعدك انك تيش في المنزل. يعني بيخلوا حياتك مريحة في المنزل. نامبر بان احنا نتعرف على الشخصية الاولى. اللي هو البنة. او عامل البناء. هنا الحوائط بتاعت المنزل. طبعا احنا عارفين المنزل عبارة عن حوائط او غرف. والغرف دي عبارة عن pastor bathroom. bedroom living room. okay? strong and safe. طبعا ايه يعمل البنة ده? make walls. يعني الحوائط. strong. strong. bör del made the walls. strong and safe. اوكي?iler made the walls. strong and safe. electrician electrician اللي هو عامل الكهرباء أو موظف الكهرباء أو الكهربائي connected so you can use lights watch tv or do your homework on a computer electrician اللي هو الكهرباء بيعمل اي اولاد connected connected يعني بيوصل أو بيقوم بتوصيل الكهرباء lights الاضاءة watch tv connected the electricity الكهرباء طب احنا لو وصلنا الكهرباء بنعمل بيقى الكهرباء استخدامات الكهرباء so you can use lights بنستخدم الكهرباء أو الاضاءة watch tv بنشاهد التلفزيون or do your homework on computer أو بتقوم بيعمل الواجب على الكمبيوتر أو الحاسب الآلي يعني استخدامات الكهرباء بتعتبر كل الأجهزة في المنزل بتشتغل بيه ولاد بالكهرباء اوكي يبقى عرفنا اي اهمية اللي هو اللي هو الكهرباء حنيتي هنا plumber plumber يعني رجل السباكة أو السباك connected the pipes بيعمل اي سباك connected يعني بيربط بيوصل the pipes اللي هي الأنابيب طبعا احنا لما بنوصل المية أو نوصل اللي هو السباكة بتحت المنزل الحوض المطبخ الحوض الحمام الدوش البانيو لازم بنوصلها على الطريق pipes pipes اللي هي الأنابيب and faucets 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 يعني ايه يعني الصنبور أو الحنفية faucets اللي هي الصنبور أو الحنفية طبعا احنا بنوصل الأنابيب والصنبور بنعمل ايه بيهم so you can have water بنحصل على المية you can you so you have water يعني بنحصل على ايه المية طب بنعمل ايه بالمية to have a shower بناخد دوش and brush your teeth وبتعمل ايه بتخسل سنانك يبقي half shower half bath and half brush your teeth المية بنعمل ايه بيها بنخسل ايدينا بنخسل شعرنا بناخد دوش بيها بنخسل أسناننا طبعا دي اللي هو استخدامات المية في اللي هو bathroom ممكن water the plant بنزق النباتات لو احنا حنوصل مثلا توصيلة مية لل garden الحديقة فبنعمل ايه water plants يعني بنزق بيها النباتات اوكي دي المهمة بتاعت اللي هو السباك يقول السباك بيعمل ايه connected the pipes and faucets connected the pipes and faucets نحفظه مع بعض كده plumber connected the pipes and faucets اوكي carpet collector اللي هو ايه ولاد اللي هو عامل اللي هو النظافة اللي بيجمع النظافة اخدنا كلمة collect يا جمع collector يعني جامع carpet اللي هو carpet اللي هو الاكياس القمامة اللي بيجمع اكياس القمامة اي بيعمل takes away all the garbage so you can keep your house nice and clean عامل النظافة المهمة بتاعته طبعا مهمة خطيرة جدا ومهمة جدا ليه it is very important and dangerous طب حنعرف ليه اللي هنا important وليه حنعرف انها dangerous اول حاجة يقولنا بنعمل ايه garbage collectors اللي يتاك away all the garbage بيجمع كل اكياس القمامة so you can keep لذلك keep you can keep يستطيع ان انت بتحافظ your house nice and clean منزلك نظيف وفي نفس اي ولاد في نفس الوقت لطيف نظيف وجميل او لطيف احنا قلنا هنا من شوية ان ال garbage collector دي وظيفة important عرفنا السبب ان هي make your house clean and nice بيخلي المنزل بتاعك نظيف و لطيف طب ليه قلنا dangerous هنا اولاد اكي حنقول السبب اللي هي dangerous السبب ان الوظيفة دي dangerous لان في ناس بترمي بواقي اللي هو glasses الزجاج ال injections الحقن بترميها في الزبالة بدون متعمل احتياطات فممكن العامل بتاع الزبالة بيلم او عامل قمامة بيلم الكاس دي ممكن يصاب بجروح او يصاب بقطع في ايديه ويحصل ايه تلوث للشخص ده ويصاب بامرات خطيرة فاحنا بنقول عليها dangerous طب احنا نخفف ازاي من العملية دي يا ولاد لو في عندنا اي زجاج متكسر في البيت لما نجي للمي في البسكت نحاول نحط في كيس او علبة او ممكن فوارغ الزجاجات المية دي نحط فيها الحقن المستخدمة او زجاج المكسر بحيس لما يجي هو يلم الزبالة دي ما تتعرض ايديه او اي مكان في جسمه للاصابة او للقطع او للجرح فينتقله الامراض او تنتقله التلوس او العدوى من اللواء القمامة اللي بجمحها فاحنا كده بنساعد في الحفاظ على حياته وفي نفس الوقت بناخد اجر وسواب ان احنا ايه ما تسببناش في اي ازل اي انسان تمام يبقى دي حاجة نعملها احنا من نفسنا في جزاز في اي شيء خطر بنلفه كويس في اكياس او نضعه في مثلا زجاجات فرغة زي البواقي الحجر حطها في الزجاجة الفرغة دي ونكفلها كويس ونحطها في الباسكت عشان لم ييجي حد يلم الباسكت ده ما يصابش او يحصل له اي تلوس او اي عدوى ونكون نتسبب ان في حد يصاب بمرض ونكون احنا السبب في الحياة دي فطبعا احنا كده هنحافظ على المجتمع هنحافظ على الارواح الاشخاص دي وفي نفس الوقت هنحفظ بيتنا نظيف ولطيف اوكي عندنا الوظيفة المهمة التانية اللي هو ايه ساعة البريد طبعا احنا جلنا ساعة البريد في الماضي كان لأهمية قصوى لان اغلب الخطابات او كانت بيوصل خطابات اللي هي ايه يولاد اللي هي الطرود بتحتك او اي حد بقيت لك حية عن طريق البريد فتوصل عن طريق ايه ميل كارير اه هنا في الاخر لما نجي نمشي من البيت او نطلع من البيت بنحتاج لمساعدة مين بساعدنا بنحتاج للميكانيك بيعمل ايه بيساعد ايه بيساعد الكار في نفس الوقت بس درايفر السائق اللي هو الوتوبيس او الشاحنة بيعمل تيك يو تو سكول بيوصلنا للمدرسة يبقى تعرفنا على وظائق مهمة بلدر البنة بلومور سباك قارب بيش كوليكتور عامل النظافة ميل كارير اللي هو سائل بريد ميكانيك المكانيكي and بس درايفر اللي هو قائد اللي هو الوتوبيس او الشاحنة اوكي هنا حنقرأ مع بعض الكلمات المهمة في الدرسة عندنا وولز 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 حوائد الكتريسيتي 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 الكهرباء وبنحفظها زي الكلمة بلاد عن طريق المقاطع الكتريسيتي الكتريسيتي فاسد فاسد اللي هي صنبور المياه او الحنوية هناخدنا قبل كده كلمة اللي هو حنفية قوي بمعنى اضواء وبتالي معنى برضو خفيف اللي هو القمامة او كياس القمامة آمن اللي هي موسير المياه اللي بيوصلها مين يا ولاد اللي هو اللي هو اللي هو طرد او صندوق في حد بقيت لك او كارتونا في حد بقيت لك شي فيها فبسمي باكيش اوكي حنا اخدنا اخدنا قبل كده اللي هو الفيربس الفيربس اللي هي الافعال قلنا عندنا فعل منتظم في عندنا فعل منتظم وفي الفعل منتظم بحصل على الماضي ازاي انني اما بضيف لفعل دي فقط زي كلمة يوز 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 الفعل يوز يستخدم الفعل يوز 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 اوكي كنكت يصل كنكت افن اي دي تليفر يسلم تليفر فيكس فيكست اوكي ووووش 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 براش براش نيد نيد اوكي ده اللي هو اي اولاد ريجولار فيرب الفعل المتظم ايما بضيف للفعل دي اور ايدي هنا عندنا ريجولار فيرب الفعل الشاز طبعا لازم نكون حافظينه وعارفينه ميك ميد هف هاد ليو لاف دو دد تيك توق نحفظه كده بانتونيشن او نغمة بالنسبة الاكسبريشنز دو همورك يعني يقوم بيعمل الواجب تيكاوي زا كاربز يقوم بيحمل القمامة بعيدا اوكي كاربز نيد هالب نيد هالب يحتاج لمساعدة هاف اشاور هاف اشاور يستحم او ياخذ دش كيب زا هاوس كلين يحافظ على المنزل طب هين اجيب لك مراجعة سريع كده بيحافظ اللي هو عام القمامة مع المنزل بتاعنا طبعا زا تس رايت البنا بيوصل الموثير ويحانا فيها طبعا دي فولس اللي هو مين احنا قلنا ولاد السباب طبعا احنا شطار وعرفنا كل وظيفة من الاول بتعمل ايه هنا جاب read and notes يعني اقرأ ولاحظ جاب كل وظيفة بتعمل ايه في الحياة a builder البنا he makes the world strong and safe اخذنا قلنا البنا بيعمل حوائط للمنزل تحمينا من البرد والحر والشمس بتبقى safe and strong قوية وامنة electrician اللي هو الكهربائي he connects the electricity بيوصل الكهرباء so you can use lights watch tv and do your homework on computer بيوصلنا الكهرباء نستخدمها للاضاءة نشوف التلفزيون نحل الواجب في الكمبيوتر الكمبيوتر طبعا بيستخدام الكهرباء plumber plumber ونلبي هنا silent بيعمل ايه plumber او سباك he connects pipes and faucets so you have water to have shower and brush your teeth بيوصلنا الحنفيات والصنبور او الحنفية علشان ناخد دوش نغسل سنننا نستحمى ممكن نروي النباتات في الحديقة لو احنا عندنا حديقة اوكي garbage collector اللي هو عامل القمامة او جامع القمامة he takes away all the garbage and keep your house clean بياخد القمامة بعيدا بيحفظ على منزلك نظيف mail carrier اللي هو ساعي البريد او موظف البسطة he delivers your letters and package بيوصل لك الخطبات والpackage او الطرود او الاشياء اللي بصلك عن طريق البريد mechanic he fixes cars and buses بيعملي بيصلح الاوتوبيسات او السيارات اوكي bus driver سائق الاوتوبيس بيعملي he takes you to he takes you to school بيوصلك للمدرسة هنا checkpoints the electrician make the place where we leave هو اللي بيصنع المكان اللي احنا بناش فيه طبعا دي false اللي هو جناعي البلدر mechanics fix cars and bus gonna fix هنا معنى يصلح fix بمعنى ايه ولاد بمعنى يصلح طبعا اللي هي that's right last one the mail carrier delivers letters and package اللي هو عامل او موظف البريد بيسلمنا letters الخطبات and package والطرود او الاشياء المبعوتان عن طريق البريد that's right اوكي وكده يا ولاد يكون خلصنا lesson one unit five الوحدة الخمسة الدرس الاول ان شاء الله فيه flashcards نزل خاصة بالوحدة الخمسة على صفحة القناة على الفيسبوك ياريت ندعم القناة بلايك وشير سبسكرايب وانتظروا معانا حل تدريبات الدرس الاول ان شاء الله وباجي الوحدة كاملة على قناتي اللي نتعلم انجليش مسامرادوان thank you and goodbye